اشتركوا في القناة بمختلف ثقافتين وتعليمهم من رجل الشارع البسيط العادي الى الناس كبار الرجال المثقفين كالشيخ مصطفى اسماعيل ينزل صالح عبد الحي بيجري في قلب السوان وقال له منك لله يا راجل انت سبتن ايه ايه اللي انت سبتهن من الفن علشان نقرأه مصطفى اسماعيل اداة اراد الله من خلالها ان يحببنا بالقرآن قصر الملك من قصر الفاروق الحبيب قصر رأس التين العامر نتحدث اليكم ايها السادة كعادتنا في كل ليلة من لياري الشهر الفضيل شهر رمضان مبارك نذيع عليكم جانبا من الصهرة التي تقام في القصر العامر اكراما لشهر الصيام يبدأ الشيخ مصطفى اسماعيل في تلاوة ما تيسر من ايه ذكر الحكيم فأما من اوتي كتابه يميني فاقولوا ام قرأوا كتابي انا عابلت الشيخ مصطفى اسماعيل قعدت معاه كذا مرة تأثير الشيخ مصطفى كان من اكبر تأثير من القراء اللي انا عابلتهم ده كان واضح في نفس الوقت اكثر اكثر تأثير بالنسبة الفن والذين يقولون ربنا هابلنا من أزواجنا وذريتنا قوة هاين رد فعل المجتمعين كان زي رد فعل الجمهور في ماتش فوتبول وتسمع يا بلبل النيل يا كذا هادي الالله اللي كانت تخرج والتعليقات كانت ترفعها كل شوية ترفعها وترفع الجمهور معاه الانجلاء والفتح الرباني زي ما بنقولي بيجي مع الجمهور مستلهما هو الانتقالات والتعبير الأجود منه من الجمهور اللي هو قاعد قصده قولنا عاصم اليوم من أمر الله يا موائم لما جيه يسجل للإزاعة قال لهم لأ هتولي حد يقعد ونعرف أقول بقولك القرآن أنزل للناس وأنا عزارة مع الناس ما تدخدنيش في استوديو وتسوك علي الباب وتقولي واحد اثنين تلاتة بتدي ده مش مصطفى اسمعين والدي الله يرحمه اسمه بالكامل الشيخ مصطفى محمد المرسي إبراهيم اسمعين حفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العمين رحمة الله عليه وانتسبت في معهد طنطرة اللي تابة للأظهر اللي تلقى العين ومن هناك المشايخ لما سمعوني أساتذتي في المعهد لما سمعوني أقولي يا ابن روح اقرأ قرآن انت سوط الجميل وعلم وعبني هو القرآن هو العلم يوم 23 فبراير سنة 45 كان المورد النبوي الشريف وربط التضامن القراء كانت عامل احتفال هناك ومن حب الشيخ محمد الصيفي اللي هو كان مقرأ مشهور أيامها كان مقرأ إزاعي هو برضو فخد الشيخ مصطفى عشان يقرأ فالرجل المزيع قال له مين ده؟ قال له ده الشيخ مصطفى اسمعين قال له أنا ما عرفوش قال له إن ما نعرفه قال له لا أنا ما أقدرش أخلي أي مقرأ كده يقرأ في الإزاع قال له ما فضلكش لنص دقيقة افتعل الميكروفون في الوقت ده كان بيسمعوا نظر الخاصة الملكية والملك فاروق اتصلوا هنا بالمحافظة بتاع الغربية أدول يشوف لنا اللي كان بييرعيوا من الجمعة اللي فادة بيقولوا عليه من الغربية اسمو مصطفى اسماعيل اخلقوهن من تحت الأرض احنا عوزينه هنا هنا كانت بقى انطلاقة على المستوى الرسمي والشعبي بالنسبة لمصر على أوسع الأبواب قالوا يا أبوا ما لكذا فأمننا على يوسف سوف وإنا له لما صحون امتلك القدرة على الإرتجال وعلى الإرتجال هو فن التأليف الآن اللحن بييجي في وقته من إلهامه بالكلام وبالمستمعين وبالمناسبة كان مقتدر جدا في إلباس كل معنى للمقام المناسب له شيخ فرجال الشازلي دكتوراه في القراءات قال لي الوحيد اللي قرأ المرتل بمقامات هو شيخ مصطفى اسماعيل فأشرفنا دا فقال أنا ربكم لا لا فأخذه الله نكال لآخرة ولولا ينتمي الشيخ مصطفى اسماعيل أو صوت الشيخ مصطفى اسماعيل لطبقة التينور وده بنجد واضح جدا أنه في الدرجات الحادة بنلاقي فائق واحد من الذين امتلكوا الحنجرة والغناء من خلال حجاب الحاجز وهي طريقة اكتشافها زرياب منذ أكثر من ألف عام في الأندلس واللي هي أصبحت طريقة مغني الأوبرا فيما بعد شيخ مصطفى اسماعيل ما كانش بتعلم المزيكا في كونسيرفاتوار أو معهد حتى في الوقت دا يعني دا من فترة أوليل جدا يمكن خمستاشر عشر سنين كان لسه بيبدأ أن الكراء بيتعلموا المزيكا أما رأيت يا حبيبي في أغنية سهرته لعبد الوهاب استعان فيه عبد الوهاب في العودة من السيكا البلدي إلى المقام الرئيسي إلى النهاوند هادي ما كان عبد الوهاب عارف يرجع لها فسأله أنا هذا الجزء عاجبني جدا في اللحن وما عارف أرجع للمقام فعملنا الحركة بثواني هو عنده فن في اللحن عنده الوقف بحيث أنه كأنك بتستمع يعني مع المعذرة أو الاستغفار أنك كان بتستمع للآية لأول مرة في منطقة الجوابات اللي هي المنطقة العالية في التلاوة وفي التجويد أنه الراجل بياخد راحته يعني يعني الراجل بيبقى منطلق في انتقالاته المقامية والأدائية بصفة يعني بلا منازع زي ما بيقول يا أيها الناس أنتم الفقار وإلى الله والله وهو علي والأمين صيحات الجمهور اللي جالس يسمع كأنك تسمعهم كالثوم كل قفلة جمهور يصرخ إلى درجة أنت يقشعر بدنك بيقولي يا ابني أنا لما كنت شقول من مقام البياتي وعمل بأيدي كده عمل بأيدي كده قال لحد ما أنا فوخي ده كان تعبيره لحد ما أنا فوخي يتملي كده من البياتي أنا معرفش أقول نص ساعة تسخيد وبعد ذلك عندما يتثبت المقام ودرجاته يدخل في الارتجان وفي الإبداع ويصبح جسر جسر روحاني كأنه هو بيخش دنيا تانية لدرجة أني مش بيذاكر اللي هو عملته مثلاً حد من المستمعين بيقول والله ده صباح حلو قوي عايزين نسمعه تاني بس في القرار وهو قال لي أنا قلت لنفسي أنا عملت إيه أصلاً أنا مش فاكر مش فاكر أنا ده مش من عندي تشعر فيما يختاره الشيخ مصطفى اسماعيل من آيات القرآن الكريم ويرتلها تدخل الطمأنينة إلى قلبك وتسعدك وتحرك وجدانك يعني مثلاً لا أمل من استماع سورة مريم بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل يا زكريا إنا نبشرك بأولا من اسمه يحيى أول وسام ياخده واحد مقرأ كان هو الشيخ مصطفى اسماعيل خده سنة 65 من جمال عبد الناصر كان فيه حاجة اسمه عيد العلم عيد العلم ده اختار هو خمسة في مصر طا حسين فكر أبازة ومكانسوم عبد الوهاب مصطفى اسماعيل أنا كنت أتمنى أن معاهدنا الموسيقية وله تسجيلات كثيرة أنها تقوم بتدريس هذه التسجيلات لكي يطلع المصريون على الهبة التي أعطاها الله لأحد أبناء مصر الشيخ مصطفى اسماعيل هو توفى يوم ستة وعشرين واثناشر سنة 1978 ده يوم دفنته يعني بس الحسن الحظ أن أنور السادات وافق على أننا نبني المخبرة بتاعته في بيته إذا كان محمد علي الكبير باني نهضة مصر ومصر الحديثة فالشيخ مصطفى اسماعيل هو الذي يعني بنى الهرم الجديد وشقة طريقا جديدا في ترتيل القرآن أعتقد أن كثيرين يحاولون اللحاق به من بقعة طاهرة مقدسة أيها الإخوة الوافدون لهذا المسجد الأقصى جلسوا الآن في صفوف متراسة وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الشيخ مصطفى اسماعيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر